تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأدوا فرائض الله من صلاة وغيرها وتباعدوا عن محارم الله ووقفوا عند حدود الله واستقاموا على ذلك في الحياة حتى جاءهم الأجل هؤلاء هم أهل الصدق وهم أهل الاستقامة وهم اذكروا في قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف ويلهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عازم الحكيم هذه أعمال الستق والأمانة هذه أعمال أهل الاستقامة ولهذا وعدهم الله بالرحمة فالرحمة معلقة بالعمل الصالح إن رحمة الله غيرون محسنين وبهذه الآية لما نكر أعمالهم من الولايات المبينهم وأنهم يتحبون في الله ويتناصحون ويأمروا من العروف ويلهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله لما ذكر هذه الأعمال عنهم قال أولئك سيرحمهم الله فعلن بذلك أن الرحمة أسبابها طاعة الله ورسوله وأن النقمة والعذاب أسبابهما عصيان الله ورسوله ثم يكرى سبحانه هذه الرحمة وفسرها فقال وعد الله مؤمن ومؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالد فيها ومساكن طيبة في جنات عدن في جنات إقامة ورضوانهم من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هذا جزاء المؤمن والمؤمنة الذين استقاموا على طاعة الله وتباعد عن محارم الله ووقفا عند حدود الله وصار هواهما ثم علما يرضي الله جل وعلا وهؤولهما الاستقامة نذكر في قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا فعليك يا عبد الله وعليك يا عبد الله المسارعة إلى هذا خير العظيم فالدنيا ساعة ثم تنقضي متاع قليل فعليك يا عبد الله أن تصبر على طاعة ربك وأن تهدر معصيته وعليك يا عبد الله أن تصبري على طاعة الله وأن تهدر معصه سبحانه وعلينا جميع نتذكر الوقوف بين يدي الله ومنصر في يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى النه نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسير المسلمين لما فيه رضا وأن يسهى قلوبنا وأعمالنا وأن يهدنا جميع صراطه مستقيم إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر